زهرائيون نحن والهوى زهرائي هذا تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه ماذا تقول أحاديثهم الشريفة تقول أحاديثهم الشريفة عن إمامنا العسكري عن سيد الأوصياء عن رسول الله ماذا يقول رسول الله أنا وعلي أبوا هذه الأمة ولحقنا عليهم على هذه الأمة أعظم من حق أبوي ولادتهم فإنا ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار القرار ونلحقهم من العبودية بخيار الأحرار والروايات كثيرة جدا لا أجد مجالا لأن أردها كان في بالي أن أقرأ بعضا منها ولكن هذا مثال ونموذج توجد روايات كثيرة في تفسير الإمام العسكري تقوم بعملية مقارنة بين آبائنا الحقيقيين محمد وعلي وبين آبائنا النسبيين آباؤنا الذين ولدونا الذين جئنا من أصلابهم هذا يقودنا إلى أي شيء هذا يقودنا إلى حكمة التشريعات الإسلامية أي حكمة الأحكام الشرعية التي نصت على أي شيء نصت على حرمة الزنا لماذا كي تحفظ الأنساب الأحكام الشرعية التي أمرت النساء بالحجاب لماذا كي تحافظ المرأة على عفتها وأمرت الرجال والنساء بغض النظر كي لا يتوفر المجال لشيوع الزنا وشرعت زواج المتعة حتى قال أمير المؤمنين لو لا عمر وما فعله من تحريمه للزواج المنقطع لما زنى إلا شقي أو شقية كل هذه التشريعات توجد جوا لأبناء الحلال إذا وجد هذا الجو ونشأت النطفة الحلال في أحضان الآباء والأمهات الصالحين سينشأ المجتمع على عقيدة الإيمان والتوحيد هذه منظومة دينية متكاملة من وجوب غض البصر إلى الحجاب إلى الزواج المنقطع إلى حرمة الزنا إلى العفة إلى هذه المنظومة المتكاملة كي توجد أولاد حلال وأضاف إليها الأئمة المعصومون أنهم حللوا حللوا الخمسة لتطيب ولادتهم ولا تخبث الإمام الحج حلل الخمسة في زمان الغيبة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث هذه غاية من غايات التحليل قطعا ولس الغايات كلها في هذه الغاية كل هذا لأي شيء الأئمة يتنازلون عن حقوقهم هذه التشريعات كلها كي تبني مجتمعا تكون الولادات فيه ولادات طاهرة محللة حلال أبناء حلال هم يقولون كنا نبور أولادنا بحب علي هذه الروايات موجودة في كتب المخالفين والله في كتبهم موجود كنا نبور نبور يعني نمتحن كنا نبور أولادنا بحب علي ننتظره على الأبواب إذا مر فنسأل صبياننا أتحبون هذا فإن قالوا نعم ضممناهم إلينا وإن قالوا لا أبعدناهم عنا كنا نبور أولادنا بحب علي بن أبي طالب هذه منظومة عقائدية متكاملة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم منظومة عقائدية كاملة ولذلك هذه الفكرة التي وصل إليها بعض علماء الغرب من أن قضية الإلحاد مرتبطة بعقدة الأبوة عند هؤلاء الملاحدة قضية منطقية جدا على الأقل من وجهة نظر منطقي محمد وآل محمد هذا قرآنهم وهذا حديثهم وهذه أحكامهم وهنا تتجلى لنا الحكمة من التشريعات لماذا حرم الله الزنا لماذا أوجب الحجاب على النساء لماذا أوجب علينا أن نغضى النظر عن الحرام لماذا أوجب علينا أن نأكل الحلال كي لا تتكون النطفة الحرام لماذا ولماذا ولماذا سلسلة طويلة من الأحكام لأجل أن يصنع الإنسان في مصنع نظيف فإذا ما صنع في مصنع نظيف وتأتي الأحكام بطاعة الوالدين وبرهما ستنشأ العلاقة الصحيحة مع الله سبحانه وتعالى وهذا الموضوع ينجر على باقي الأحكام أيضا الذين يسألون عن الحجاب ويسألون عن سائر الأحكام هذه تتضح حكبتها من خلال معرفة هذه المنظومة الحكيمة في ديننا هذا الجزء قطعا ليس مع الملحدين هذا الجزء مع محبي أهل البيت الجزء الأول من كلامي كان مع الملحدين الأسئلة التي أثرتها المطالب قد تتعدد وأنا أرى الوقت بات قريبا من فاصل الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن أتمنى أن تكون الإجابة كافية وإن كان في بالي أن أذكر مطالب أخرى ولكن الوقت أدركنا إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر فسحة وكان هناك حلقات أخرى من هذا البرنامج في الأيام القادمة وسنحت فرصة مناسبة سأتحدث أكثر وأكثر في هذا المطلب يبدو أن الكثيرين يرغبون في الحديث حول هذا الموضوع خصوصا في أجواء الجامعيين في الأجواء الثقافية لانتشار ظاهرة الإلحاد في زماننا هذا بدأت تنتشر شيئا فشيئا في الأوساط الجامعية في بلداننا العربية والإسلامية تحياتي لأبنائي من طلبة كلية الإعلام في بغداد الذين أرسلوا رسالتهم هذه وسألوا سؤالهم هذا أتمنى لهم التوفيق وأتمنى أن يكون الجواب مفيدا ونافعا وقد أصاب الهدف وأعيد الكرة إلى ملعبك أمحمد طيب الله أنفاسكم سهرائيون نحن والهوى جهرائي شكرا